بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا وأنبأ عنه فهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن ذكر الظواهر التي ستأتي بعد أربعة عشر قرنا وتنتشر ونراها بأعيننا فلذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام واقعنا اليوم وكأنه يرى صلى الله عليه وسلم الملحدون أيها الأحبة منهم من قال إذا كان نبيكم صادقا فأين معجزات هذا النبي الكريم طبعا هم أنكروا معجزات سيدنا عيسى عليه السلام عندما أحيى الموت وأنكروا معجزات سيدنا موسى عليه السلام عندما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وأنكروا معجزات الأنبياء جميعا بحجة أنهم لا يستطيعون رؤية هذه المعجزات اليوم أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم بعض المعجزات الغيبية التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام والتي لم تكن معروفة في زمنه أبدا لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذه المعجزات ولكن اليوم نحن نراها بأعيننا نحن نرى هذا الواقع الذي نعيشه اليوم قبل أربعة عشر قرنا لم يكن باستطاعة أحد أن يتنبأ عن مثل هذا الواقع الذي نعيشه اليوم نحن نعلم أيها الأحبة أن العصر الحديث هو أساسا عصر الاقتصاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان المال قليلا جدا لم يكن هناك طباعة عملة ورقية مثل الدولار أو اليورو أو العملات المعروفة عالميا لكل دولة عملة خاصة لم يكن هناك أشخاص يمتلكون المليارات كانت الثروات عبارة عن ذهب أو ألماس أو أراضي أو بساتين إلى آخره يعني ولكن الآن نحن نعيش عصر المال عصر الاقتصاد كثر المال كثيرا حتى فشا هذا المال بالتريليونات النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة ماذا قال قال إن من أشراط الساعة أن يفشو المال وتفشو التجارة تفشو بمعنى تنتشر بشكل كبير جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيش في زمن كانوا يعتمدون على تبادل السلع مغظم العمليات الاقتصادية كانت تتم من خلال تبادل السلع كيف تنبأ أنه سيأتي يوم يفشو فيه المال وتفشو التجارة اليوم العالم كله قائم على التجارة حتى الزراعة بالنتيجة هي تجارة يعني هناك تجارة زراعية أو تجارة صناعية تجارة كذا كل شيء يقوم على التجارة أيها الأحب الاقتصاد كله قائم على التجارة وبالتالي فإن هذا الحديث يشهد لحبيبنا عليه الصلاة والسلام بأنه نبي مرسل من عند الله بعض الملحدين قد يقول هذه مصادفة دعوني أنتقل معكم للحديث الثاني اليوم أيها الأحبة كثر عقوق الوالدين أصبح الرجل يبر صديقه ويخلص له ويفرح بلقائه والجلوس معه بينما تجد أنه قد جفى أباه وابتعد عنه ويريد أن يتخلص منه انظروا في أوروبا هذه الظاهرة واضحة جدا المصحات الخاصة بكبار السن دور العجزة تمتلئ بأكملها وهؤلاء الكبار لا يجدون من أبنائهم إلا مكالمة تليفون ربما كل سنة أصبح هناك جفاء كبير جدا للأباء وأصبحنا نمر بظاهرة نراها الآن أنك تجد الرجل يطيع زوجته ويعق أمه يعصي أمه يغضب أمه ويطيع زوجته لو قمنا بإحصائي اليوم في عالمنا الإسلام فقط كم تتوقعون نسبة الرجال الذين يطيعون زوجاتهم على حساب مرضات الأم لا شك أنها نسبة عالية جدا ليس لدينا أحصائيات ولكن كل واحد يستطيع أن يتأمل المحيط الخاص به وينظر وسوف يعرف أن النسبة كبيرة جدا إذن اليوم نحن نعيش ظاهرة عقوق الأبوين وعقوق الأم بخاصة وإطاعة الزوجة وهذا الكلام كان غير موجود في زمن النبي حتى في زمن الجاهلية كان الرجل يجل أمه كثيرا جدا لم تكن ظاهرة عقوق الأبوين وبر الأصدقاء أو عقوق الأم وطاعة الزوجة لم تكن منتشرة موجودة هي ولكن ربما بنسبة 5% 10% الآن أكثر من 90% يمكن أن نطبق عليهم هذه الظاهرة عقوق الأبوين النبي لم يغفل عن ذكر هذه الظاهرة قال عليه الصلاة والسلام متحدثا عن أمارات الساعة وعلامات الساعة وأشراط الساعة وأن هذه الساعة لن تقوم حتى يتحقق هذا الشرط قال عليه الصلاة والسلام إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيها الحبة رواه الترمذي إذا من علامات الساعة إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه من يستطيع في ذلك الزمن قبل أربعة عشر قرنا والنبي كان منشغلا عليه أفضل الصلاة والسلام كان منشغلا بالدعوة إلى الله منشغلا بالجهاد منشغلا بإقناع الناس بأنه لا إله إلا الله لماذا ينبئهم بأحداث ستحدث بعد ألف وأربعمائة سنة نراها نحن اليوم هذا إعجاز ماد أيها الأحبة ملموس أعطوني الكتب التي كانت سائدة قبل أربعة عشر قرنا لنقرأ الكتب الموجودة في القرن السابع الميلادي هل يوجد مثل هذه التنبؤات هل يستطيع أحد أن يتنبأ بما نعيشه اليوم إن هذا الحديث لا يشهد على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي لا يقول أحد إن هذه المعجزة المعجزة مصادفة لنتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري نحن الآن تحدثنا عن التجارة وتحدثنا عن المال فالمال أيها الأحبة كثر اليوم وفاض عن الحاجة هناك على الرغم من وجود الكثير والكثير من الفقراء ولكن هناك الكثير والكثير من المال الفائض لدى بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيد رواه البخاري رحمه الله طيب هذا الحديث أيها الأحبة لماذا يذكره النبي عليه الصلاة والسلام يذكره ليذكرنا بأن الساعة أصبحت قريبة يعني الآن نحن لماذا نتأمل هذه الأحاديث ما هو الهدف لنتأكد ونستيقن ونزداد يقينا بصدق هذا النبي والمؤمن بحاجة إلى زيادة اليقين لا تظن أيها المؤمن أن إيمانك يكفيك سيدنا إبراهيم وهو خليل الرحمن كان يطلب من ربي وكان يدعو ربه أن يريه بعض المعجزات وكان الله تعالى يقول له أولم تؤمن فيقول سيدنا إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالإعجاز أيها الأحبة ليس لأننا نشكك بهذا النبي أو رسالة الإسلام لا نحن نريد مزيدا من الإيمان مزيدا من اليقين مزيدا من التسليم كما قال تعالى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اليوم أيها الأحبة في مجال علم الاقتصاد أصبح للمرأة دور مهم جدا في مشاركة زوجها في التجارة أصبح لدينا منتديات لسيدات الأعمال المرأة اليوم تشارك في التدريس وفي المناصب التجارية والمناصب الوزارية والقضاء وكذا 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 كل مجالات الحياة دخلت المرأة بشكل لم يكن معهودا زمن النبي أنا أقارن ما نعيشه اليوم مع الثقافة التي كانت موجودة قبل أربعة عشر قرنا أي في القرن السابع الميلادي عندما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي وفي زمنه لم يكن هذا الكلام موجودا فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مشاركة المرأة في النشاطات التجارية والاقتصادية والإدارية وغير ذلك وبالنتيجة كلها نشاطات إدارية يعني مناصب إدارية قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد لا تقوم الساعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة إشارة إلى أنه سيأتي زمن ستدخل هذه المرأة في مناحي الحياة الإدارية والتجارية وأن الساعة ستكون قريبة بعد ذلك أيها الأحبة هل رأيتم ظاهرة الآن موجودة في دول غرب وربما قليلا في الدول الإسلامية ولكن للأسف ظاهرة الفاحشة التي تنتشر وأحيانا نراها في الشوارع بشكل مصغر ولكن يمكن أن تراها في دول الغرب بشكل علني في الطرقات في الشوارع هذه الظاهرة أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسه بيده لا تفنى هذه الأمة يحذرنا النبي أن أمة الإسلام الأمة الإسلامية لا تفنى حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ خيار من يمر من هذا الشارع خيارهم من يقول يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط رواه أبو يعلم يعني الآن أيها الأحبة كثرت الفاحشة هذا موجود في بلاد الغرب ويمكن أن ترى إنسان يمارس الفاحشة علنا وبالقانون لا تستطيع أن تقول له ماذا تفعل أو لو واريتها وراء ذلك الحائط أو لو أنك سترت نفسك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن لا يعني تنتشر هذه الظاهرة في أمتنا الإسلامية يعني من فضل الله الأمة الإسلامية اليوم يعني لا زالت متماسكة نوعا ما لأنها لم تصل إلى هذه المرحلة ولكن هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق إذن أيها الأحبة هذا الذي ينبئنا به النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاء بهذه المعلومات من أين عرف بأن الفاحشة ستنتشر وستغزو دولنا الإسلامية ويعني تعلمون اليوم كم ماذا يحدث في شواطئ البحار في الأماكن اللهو أماكن كذا يعني نسأل الله العافية هذا أيضا حديث فيه إعجاز غيبي للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم أيها الأحبة تسعين بالمئة من مشاكل أمتنا الإسلامية إساءة الأمانة اذهبوا إلى المحاكم وانظروا كم عدد الدعاوى القضائية التي يرفعها أخ ضد أخيه أو ابن ضد أبيه أو أب ضد ابنه أو قريب ضد قريبه كلها تتعلق بالميراث بالنصب بالإحتيال بالسرقة كلها تحت بند إساءة الأمانة هذه الظاهرة في زمن العرب قديما وحتى زمن الجاهلية لم تكن موجودة يعني كان الإنسان العربي أو الجاهلي كان حريصا على أداء الأمانة يعني كان من المعيب أن تقول العرب إن فلان أكل مال فلان معيب اليوم أصبحت إذا أردت أن تعطي إنسان مبلغ يعني يجب أن تعلم أنك ستخسر هذا الإنسان لأنك لن تراه بعد ذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة صلى الله عليه وسلم احفظوا هذا الحديث أيها الأحبة الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة واليوم نرى الأمانة تضيع أمامنا نحن نراها اليوم نرى كيف الأمانة تضيع وهذا التحذير لنا أيها الأحبة أن الساعة أصبحت قريبة الساعة أصبحت قريبة فلنحذر عقوبة الله عز وجل ولنستعد للقاء الله يعني كل واحد مننا ليعمل شيئا نافعا يرضي الله يوم لقائه كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طبعا أيها الأحبة يعني هناك ظاهرة أيضا نراها اليوم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال يعني هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في دول غرب ولكنها تغزو عالمنا الإسلامي هل تلاحظون ذلك من خلال الأفلام والمسلسلات والفضائيات وشاشات التلفزيون موجودة بكثرة هذه الظاهرة لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قليلة جدا وكان من المعيب جدا أن يتشبه رجل بمرأة مثلا أو مرأة تتشبه تسترجل تتشبه برجل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو نعيم من اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال كيف علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي هذا الزمن والله إن النبي يقول هذا الكلام وكأنه يجلس بيننا ويصف لنا ما يراه أليس هذا إعجازاً؟ أنا أطلب من كل منصف كل إنسان ملحد أو على أبواب الإلحاد فكر بعقلك قليلاً ما الذي يدعو هذا النبي الكريم؟ أن ينبئنا عن ظواهر وأحداث نحن اليوم نعيشها من الذي أخبره؟ ولماذا يخوض في هذه القضايا أصلاً؟ لو لم يكن رسولاً موحاً إليه كما قال عنه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم اليوم أيها الأحبة من علامات الساعة أيضاً أو باقتراب الساعة الشيئين انتشرا في الغرب اذهبوا إلى أي دولة من دول الغرب أو الشرق الصين أو أي دولة الحمد لله نحن في العالم الإسلامي لازلنا في البدايات ولكن هذه الظاهرة تغزو تغزو عالمنا للأسف ما هو هم أي إنسان غربي؟ معظم الناس هناك شيئين الخمر والزنة النساء تجد يشربون هذه المسكرات على أنواعها أنواع كثيرة يشربونها أكثر مما يشربون الماء وتجد كل واحد لديه صديقة أو صاحبة أو كذا وهمهم الخمر والنساء النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا هذه الظاهر التي نراها اليوم قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يظهر الزنا وتشرب الخمر صلى الله عليه وسلم يعني قرن بين الزنا والخبر يعني هذا الحديث رواه طبعا الإمام البخاري سبحان الله يعني كيف يتنبأ النبي بهذه الأمور يعني حتى اليوم لدينا وسائل الكتابة تطورت جدا في مكة عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حسب بعض الروايات أن عدد الذين يجيدون الكتابة يعني قليل جدا قليل عدد قليل لا يذكر فكانت الأمية منتشرة جدا ولم يكن هناك شيء اسمه الصناعة الأقلام مثلا لأن هذه الأقلام تحتاج إلى من يتقن الكتابة ليكتب بها اليوم نحن نرى أمامنا أن المصانع في دول العالم تنتج مليارات الأقلام ليس ملايين بل مليارات الأقلام التي نكتب بها لو كان هناك أمية كبيرة في العالم لم يكن هناك حاجة لإنتاج هذه المليارات ولكن هذا الدليل على أن التعليم انتشر نسبة عالية من الناس تجد القراءة والكتابة وهذا القدم يستخدم في المعاملات التجارية في المدارس في الجامعات في المتاجر إلى آخرين النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب أيها الأحبة وكأنه يعيش بيننا قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة ذكر أمور طبعا ومنها ذكر ظهور القلم ظهور القلم ما معنى ظهور القلم؟ تماما مثل ظهور الزنا ظهور الكذا ظهور الخمر كلمة ظهور هنا بمعنى الكثرة تنتشر أو تكثر صناعة الأقلام وتنتشر هذه الأقلام بشكل هائل جدا إذن أيها الأحبة هذه النبوءة التي أنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام إنما تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله من كان يعلم في زمنه بأن هناك أقلاما سيتم صناعتها بشكل كبير وأن القلم سينتشر ليقول لك إن بين يدي الساعة أمور كثيرة وظهر وذكر منها ظهور القلم من الذي أخبره بذلك؟ صلى الله عليه وسلم طبعا أيها الأحبة هناك حديث أيضا رائع جدا نحن نعلم أن آخر المخلوقات على وجه الأرض هو الإنسان يعني النمل عمره كذا مئة مليون سنة النباتات عمرها أربعمائة مليون سنة أو أكثر بعض الحشرات عمرها أكثر من ثلاثمائة مليون سنة هناك بكتيريا عمرها ثلاثة ونص مليار سنة في بدايات نشوء الأرض الإنسان يمكن أن يكون عمره مليون سنة مثلا أو أقل أو أكثر يعني هو آخر المخلوقات ظهورا وبالتالي فإن هذا الإنسان الذي ظهر آخر شيء لو اعتبرنا أن عمر الكون 13.7 مليار عام كما يقول الباحثون قياسا للفترة للفترة التي يعني بعث بها النبي حتى الآن يعني 1400 سنة وقسمنا 13 أو 14 مليار عام على 1400 سنة سوف نجد نسبة تقدر بواحد على عشرة ملايين يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر لحظة من خلق الكون وبعدها ستقوم الساعة صحيح مضى 1400 سنة والساعة لم تقم ولكن الساعة قريبة حتى لو مكثنا مئة سنة أو مئتين أو ألف سنة أو عشرة ألاف سنة تبقى هذه الألف أو ألفين سنة واحد واحد بالمليون أو أقل من عمر الكون فالنبي بعث في آخر لحظة يعني كأنه بعث قريبا جدا من الساعة من القيامة الحقيقة هناك حديث رائع رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهتين وأشار بإصبع كهتين تصوره الأحبة يريد أن يقول لنا إنك أيها الإنسان أو أن النبي بعثت نبي كانت في آخر الزمان مضت 13.7 مليار عام المدة الكبيرة جدا انقضت من عمر الكون ولم يبقى إلا القليل جدا بيننا وبين قيام الساعة كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومة مع العالم أن بعض الباحثين يقول هناك مليارات السنين حتى تقوم الساعة وهذا طبعا ليس عليه دليل ونحن لا نعلم متى تقوم الساعة يعني الإنسان مر الكون قبله بمليارات السنين وهو لم يكن موجودا ويمكن أن تفنى البشرية وتفنى المخلوقات وربما يستمر الكون مليارات السنين ثم يقوم الساعة نحن لا نعلم الذي نعلمه أن هناك نفختين في الصفور النفخة الأولى تموت كل الخلائق النفخة الثانية يبعث بها كل المخلوقات ولكن بينهما لا نعلم كم مليار سنة كم شهر كم دقيقة لا نعلم هذا أمر غيبي أيها الأحبة الذي يهمنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم أن وجود الإنسان جاء في آخر شيء من حياة هذا الكون يعني مضت للتعش فاصل سبعة مليار عام وعمر الإنسان لنقل مليون فهو جاء متأخرا جدا بعثت أنا والساعة كهاتين وهذا طبعا الإعجاز يدل على أنه معلم من قبل الله عز وجل وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الآن أيها الأحبة هناك حديث نراه أيضا بأعيننا اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعلم أن الناس سيتطاولون في البنيان النبي أنبأ عن هذه الظاهرة في الحديث الذي رواه البخاري وأن هناك أبنية مرتفعة سيتسابق الناس على فعلها فتجد أن كل دولة هناك من يسعى لإنشاء ناطحات سحاب أعلى من الدولة الأخرى ليحقق رقم قياسي يتطاولون في البنيان طيب بالله أهليكم نبي أمي يعيش في القرن السابع الميلادي ما الذي يدخله في هذه التكنولوجيا وهذه المسائل الحديثة إنه يريد أن يحذرنا ويقول لنا هذه معجزة لهذا النبي والقيامة قريبة فإذا كنت ملحد إذا كنت ملحدا فعليك أن تستيقن بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته إلى الله عز وجل وإذا كنت مؤمنا فينبغي أن تزداد يقينا باقتراب الساعة فتجهز نفسك للقاء الله عز وجل الحقيقة أيها الأحبة هناك ظاهرة يعني تكثر يوما بعد يوم وهي تقارب الأسواق وكلما تقاربت الأسواق كثر الكذب وكثرت الفتن وكثرت الفواحش يعني أنت اليوم في مول تجاري واحد تجد مئات الأسواق سوق للخضار سوق للأحذية سوق للكتب سوق للأجهزة الإلكترونية سوق لكذا تجد كلها بجانب بعضها سابقا لم يكن هذا الأمر موجودا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأسواق بعيدة جدا عن بعضها اليوم تجد المول بجانب المول بجانب المول بجانب الأسواق كلها أسواق هذه الظاهرة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها خلال القرن السابع الميلادي لا يستطيع أبدا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ما معنى يتقارب الزمان؟ يعني أنت كنت تذهب من دولة إلى دولة مسافة مثلا ألف كيلومتر تحتاج إلى أيام لتقطع هذه المسافة اليوم أنت خلال الطائرة تقطعها في مثلا ساعة أو ساعة ونصف مثلا فأصبح لدينا أيها الأحبة تقارب في الزمان أنت في السابق حتى كنت لتعلم معلومة حصلت في بلد آخر تنتظر حتى يأتي شخص على الخيل ربما أشهر حتى يصلك هذا الخبر اليوم في نفس اللحظة تقارب الزمان الفاصل الزماني أصبح صفر تقريبا يعني أنت اليوم في أمريكا أو حتى على سطح القمر إذا حدث شيء تستطيع أن تراه مباشرة ينتقل إليك بسرعة الضوء هذا تقارب للزمان الفواصل الزمنية الكبيرة أصبحت قصيرة يعني أنت في السابق حتى تعلم أن هناك شيء حدث في مدينة أخرى يجب أن تنتظر حتى يأتي شخص من هذه المدينة ويقطع الطريق وربما تنتظر يوم أو يومين أو أكثر اليوم يحدث الحدث على أي بقع على وجه الأرض في نفس اللحظة تعرفه تقارب للفواصل الزمانية لم يعد هناك فاصل زماني كبير أصبح الفاصل الزماني قصيرا وهذا هو تقارب أو أحد معاني تقارب الزمان لذلك أيها الأحبة هذا الحديث والله هو معجزة قائمة بذاتي الفتن كثرت ألا ترون الفتن التي تعصف في عالمنا الإسلامي اليوم الكذب كثر كم نسبة الصادقين سواء من التجار في المحلات في حتى ضمن أقربائك وأصدقائك كم هي نسبة الصادقين قليلة جدا للأسف كثر الكذب تقاربت الأسواق كثيرا وتقارب الزمان طب هذه المجموعة من النبوآت جمعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد ما الذي يدعوه أن ينبئنا عن شيء سيحدث بعد 1400 سنة هذا الحديث أيها الأحبة ليس موجها لأصحابه في ذلك الزمن لأنهم رأوا من المعجزات ما يكفيهم ولكن نحن اليوم يعني الذين نتعرض لأسئلة من قبل هؤلاء الملحدين يقولون لنا أين أين معجزات نبيكم هذه هي المعجزات معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تتجلى في إخباره أو إنبائه بظواهر وأحداث نراها اليوم أمامنا تحدث رؤية العين ولكنه أنبأ عنها قبل 14 قرنا وهذا يشهد على أنه رسول من عند الله لأنه لا يوجد كتاب واحد في العالم في ذلك الزمن يستطيع أن يتنبأ بكل هذه النبوءات ربما نجد بعض النبوءات بالصدفة تحققت ولكن أن تجد مئات الأحاديث توصف لك الواقع الذي تعيشه اليوم وكأنك تراه والله لو أن هناك كاتبا أو أديبا يريد أن يصف لنا الواقع الذي يراه اليوم لا يستطيع أن يصفه بأفضل من هذا الكلام صلى الله عليه وسلم طيب الآن أيها الأحبة هناك ظاهرة محزنة جدا هل رأيتم سقوط بعض الدعاة؟ هل رأيتم الفتاوى الشاذة؟ هل رأيتم على الفضائيات كيف أن الجهلاء هم من يتصدرون للفتوى وللعلم؟ أصبح عدد العلماء قليلا جدا فالعالم طبعا نقصد بالعالم يعني العالم بالقرآن والسنة وأحكام الإسلام العالم الحقيق التقل ورع أصبح عملة نادرة في هذا الزمن والعالم الزاهد الذي يقبضه الله يموت لا يأتي بعده من يخلفه يأتي الجهلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وطبعا شرح لنا ذلك أن العلم لا ينتزعه الله انتزاعا إنما يقبض بموت العالم فعندما يموت هذا العالم يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلونهم ويضلون معهم لذلك أيها الأحباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من العلماء الذين قال الله تعالى فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا